بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الخامس والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في درس في كتاب آداب المشي إلى الصلاة ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحة ونشكر له تفضله بشرح هذا الكتاب المفيد أهلا ومرحبا الشيخ صالح حياكم الله وبركة فيكم ما زلنا نقرأ في متن ما جاء في باب التطوى قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنن الراتبة عشر وفعلها في البيت أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين السنن الرواتب هي السنن التي تفعل مع الفرائض إما قبلها وإما بعدها وهي عشر ركعات ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل الفجر وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها وفي رواية ثنتين عشرة ركعة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر ويكون المجموع ويكون المجموع اثنتين عشرة ركعة وأفضلها راتبة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا حضرا ولا سفرا أما الرواتب الأخرى كان صلى الله عليه وسلم لا يصليها إذا قصر الصلاة قال ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت مصليا السبحة وهي الراتبة لأتممت الصلاة نعم ورد حديث الشيخ صالح رحم الله أن صلى قبل العصر أربعا نعم ولكن هذا ليس راتبة إنما هو من السنن المطلقة نعم ويخفف ركعتين الفجر ويقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص يخفف راتبة الفجر ركعتين الفجر يعني راتبة الفجر تقول عائشة رضي الله عنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لراتبة الفجر تقول لا أدري هل قرأ فيها أو لا وذلك من تخفيفه لها صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نعم أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أما ما يقرأ في راتبة الفجر بايا سورة قل يا أيها الكافرون هذا في الأولى قل هو الله أحد في الركعة الثانية أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فالركعة الأولى يقرأ فيها ما كان في توحيد الربوبية وفي الركعة الثانية يقرأ فيها ما كان في توحيد الأولوهية من سورة قل يا أيها الكافرون هذا في توحيد العبادة قل هو الله أحد هذا في توحيد الربوبية وفي قوله قولوا آمنا بالله في توحيد الربوبية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة هذا في توحيد الأولوهية نعم بعض الناس شيخ صالح يقول أنا سأحافظ على الصلوات والفروض في أوقاتها وأدع هذه السنن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان يدعها وإنما كان يحافظ عليها وقد حث صلى الله عليه وسلم على السنن الرواتب بل على صلاة التطوع مطلقا وقال إنه تكمل به الفرائض يوم القيامة إذا لم يكن أتمها نعم ولا سنة للجمعة قبلها أما صلاة الجمعة فليس لها سنة قبلها ولكن إذا جاء إلى المسجد الجامع لينتظر الصلاة صلاة الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له ولو على الأقل يصلي تحية المسجد ثم يجلس ينتظر الإمام وإن كان مبكرا زاد من الصلوات ما تيسر له حتى يحضر الإمام ولو استمر يصلي من دخوله إلى أن يحضر الإمام لكان أفضل نعم وأيهما أفضل الشيخ التنفل بركعات أو قراءة القرآن الصلاة تجمع بين الصلاة وقراءة القرآن فهذا أفضل نعم قال ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع أما سنة الجمعة فهي بعدها فإن صلاها في المسجد فإنه يصلي ركعتين فقط وإن صلاها في بيته فإنه يزيد على الركعتين تكون أربع ركعات أو ست ركعات أقلها ركعتان وأكثرها ست نعم وتجزئ السنة عن تحية المسجد نعم تجزئ السنة الراتبة إذا صلىها عند دخوله عن تحية المسجد نعم لأنه صلى ركعتين نعم ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام نعم لا بد أن يفصل بين النافلة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة إما بكلام يتكلم مع من بجانبه أو بانتقال من مكانه إلى مكان آخر لألا يظن أن هذا من الفريضة نعم لحديث معاوية لحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنها أن تشبه بالفريضة نعم ومن فاته شيء منه استحب له قضاؤه ومن فاته شيء من السنن الرواتبي استحب له قضاؤه لأنها سنة مؤكدة وينبغي المحافظة عليها نعم ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة استحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة لما تيسر له زائدا عن تحية المسجد نعم والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن النوافل صلاة النافلة صلاة تراويح وهي بعد صلاة الكسوف أفضل النوافل صلاة الكسوف ثم صلاة التراويح لأنها تفعل جماعة في المساجد في شهر رمضان نعم وفعلها جماعة أفضل فعل صلاة التراويح جماعة أفضل أي مع الجماعة وإن صلىها في بيته جاز له ذلك نعم ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف يجهر الإمام في صلاة التراويح بالقراءة كما نقله الخلف من الأمة عن السلف أنهم كانوا يصلونها في المساجد مع إمام واحد ويجهر بالقراءة حتى يسمع من خلفه نعم ويسلم من كل ركعتين في صلاة النافلة وصلاة التراويح يصليها مثنى مثنى صليها مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ولا يسردها سردا كما يفعل بالوتر نعم لحديث صلاة الليل مثنى مثنى نعم لما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين لا يسردها نعم ووقتها بعد العشاء وقت صلاة التراويح بعد العشاء بعد صلاة العشاء براتبتها نعم وهذا أفضل أن تكون في أول الليل نعم فإن كان له تهجد جعل الوترة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وطرا نعم إذا كان له تهجد في آخر الليل في رمضان فإنه يصلي الوتر بعد التراويح وإذا قام من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ولا يكرر الوتر في آخر الليل يكفي الوتر من أول الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة نعم فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة إذا أحب من له تهجد في آخر الليل لمن أحب أن يتابع الإمام في صلاة التراويح فإنه إذا سلم الإمام من صلاة التراويح سلم من الوتر يقوم ويأتي بركعة ليشفع الوتر الذي صلاه ويجعل الوتر في آخر الليل نعم لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة صححه الترمذي نعم الذي له تهجد من آخر الليل لا ينصرف حتى ينصرف الإمام فيصلي مع الوتر في أول الليل فإذا قام من آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له من التهجد ولا يأتي بالوتر مرة ثانية يكفي الذي صلاه مع الإمام في أول الليل نعم شكر الله لكم الشيخ صالح على ما بينتم وشرحتم في هذا المتن من كتاب آداب المشي إلى الصلاة جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وباركة في أوقاتكم شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تفضلكم بمتابعة هذه الشروح المفيدة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة أشكر الزملاء في إذاعة القرآن الكريم عبدالله المواش من الإذاعة الخارجية الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة